لم تصفر هدنة عيد الاضحى الانسانية في ليبيا عن توقف الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق بل تجددت المعارك فور انتهاء الهدنة مساء اليوم الثاني من ايام عيد الاضحى مع اتهامات متبادلة للطرفين بخرقها الجيش الوطني الليبي اعلن من جانبه سقوط عدد من القتلى من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس وتسليم قائد ميداني نفسه للجيش في اشتباكات في محور طريق المطار وفق ما اعلنه المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة واشار المركز الى تقدم قوات الجيش الليبي في محور الخلة وسيطرته على مواقع جديدة ودع الجيش المسلحين للاستسلام وتسليم اسلحتهم وكانت المعارك على طرابلس قد بدأت في الخامس من ابريل الماضي بعد اعلان الجيش الوطني الليبي بدأ العمليات العسكرية ضد الميليشيات المسلحة ما اسفر عن مقتل اكثر من الف ومائة مدني وعسكري بالاضافة الى الاف الجرحى ونزوح الالاف من العائلات بحسب بيان للامم المتحدة